السلام عليكم و اهلا و سهلا بكم فيديو جديد مع عمر دايجزر سوء السمارت ووتشز او الساعات الذاكية مؤخرا بقى تحسهم لخبط جدا ما بتكلم تحديدا على الساعات اللي تشتغل مع اندرويد زمان كان فيه اختيارات الليلة بوقتي بقى فيه اختيارات كتير جدا الموضوع فعلا بقى محير والاختيارات دي مش بس بالمصانعين المختلفين لا كمان بتيجى مع نظم تشغيل مختلفة واحدة من الشركات اللي دخلة بقوة في مجال سمارت ووتشز بقالها فترة طويلة هي اكيد شركة واوي و انا بقى لي شهر او اكتر من شهر كمان باستخدم اخر ساعة من الشركة وهي الواوي ووتش جي تي خلينا احكي لكم على تجربتي مع الساعة دي من النظر الاولى ممكن تحسي ان الواتش جي تي شبيهة جدا بالسمارت ووتشز اللي عملية هواوي قبل كده لكن فيه شوية اختلافات جوهرية بس قبل ان ندخل في النقطة دي خلينا نتكلم الاول على شكل وتصليم الساعة والمواد المصنوعة منها الواتش جي تي في رأيي تصليمها يعتبر شيك جدا ورياضي في نفس الوقت يعني انا ممكن نلبسها في الشغل او انا رايح مساعة مناسبة وفي نفس الوقت ممكن نلبسها او انا بجري او انا رايح على البحراء الواتش جي تي كمان مصنوع جدا جسم الساعة مصنوع من الستين الستيل ومدهون بطبقة اسمها دي ال سي كوتينج عشان تحميها من الخربيش والخدوش الجزء السفلي في الساعة مصنوع من البلاستيك لكن مفيش علقة في النقطة دي عشان الجزء سيكون طول الوقت معرض لأيدك نفسها مش هتخاف نوات خبض في اي حاجة مثلا الفريم او البازل اللي حوالين شاشة مصنوع من السيراميك ودي مادة اكيد زي ما انتم تعرفين متقاوم الخدوش والصدمات بشكل كويس جدا الفريم تكبان هتلاقي مكتوب عديل ارقام بتاع الدقيق زي خمس دقيق وعشر دقيق وما الى ذلك عشان يديك احساس وشكل الساعة العادية انا بستخدم الساعة زي ما تريدكم بقالي حوالي اكتر من شهر وتقريبا نبسها طول الوقت واخدت معي شوية صدمات وخبطات كده في حيطة في طرق بيزة او اي حاجة او اي حاجة وانا معادي لكن لحد الوقت شكلها زي ما لبستها اول يوم بزدوط فيش اي علامة فيش اي خربوشة ودي حاجة كويسة جدا الاستراب او الاستيك اللي بيجي مع الساعة مصنوع من الربر او من السيليكون يعتبر مريح جدا جدا قبل بالساعة حتى انا نايم فما بيدائنيش ابدا في نفس الوقت كمان مفيش اي مشكلة مع العرق والمطر والمية وما الى ذلك الاستراب ده كمان بيجي مع خاصية الكويك ريليس عشان تقدر تفكه وتركيبه بسرعة جدا وبسهولة في الساعة وتقدر تركب مكانه اي استراب تاني زي ما انت عايز يكون مقاسه 22 ميلي الموديل المعادة يعتبر اللي هو السبورت فيه موديل تاني اعتبر كلاسيك مع الاستيك بتاعه بيجي فيه جزء من الجلد والساعة نفسها بتكون لونها سيلفر لكن بصراحة اعجبني الموديل ده اكتر الواتش جي تي كمان سوم كامي اعتبرش كبير ابدا سوم كنا حوالي سنتي واحد بس فده يخليها مريحة اكتر في الايد لكنها طبعا لسه ما كلمناش على اهم حاجة بالنسبالي وأظن بالنسبة لأي حد في السمارت ووتش وهي طبعا الشاشة ويسعدني ان اقول لكم ان الشاشة هنا ممتازة الشاشة دي كبيرة واحد اربعة من عشرة انش من نوع اموليد ورزولوشن هنا ربعمية اربعة وخمسين في ربعمية اربعة وخمسين رزولوشن في الساعات بتكون غريبة شوية ولكن المقارنة رزولوشن هنا احسن من الساعات بتاعت سامسونج واحسن كمان من الابل ووتش وطبعا عشان الشاشة دي من نوع اموليد فالاسود هنا اسود تماما فعلا بيكسلز مطفية الالوان كمان قوية جدا واضحة 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 الشاشة عالية جدا لا يوجد اي مشكلة ابدا انك تشوف الشاشة دي في الشمس او اي ظروف اضاءة فعلا الشاشة هنا تعتبر واحدة من احسن الشاشات على اي سمارت ووتش شفتها لحد الوقتي عاماتا كاردوير الساع شكلها شيك وصنوع كويس جدا وزي ما قلنا شاشة ممتازة فدي اكيد بداية كويسة سيتقول لكم ان الووتش جي تي واختى ريتنج 580 ام يتعتبر مقاومة للمياه لحد عمق 50 متر دي حاجة ممتازة نادرا ما بنشوفها على السمارت ووتشز الموجودة في السوق الساعة دي كمان فيه هارت ريت سنسور او سنسور لخياص نبضات القلب واوي بتسميه ترو سين 3 والسنسور ده شغال 24 ساعة مش بيضفي يعني انت في اي لحظة تقدر تشوف نبضات قلبك اصلت كان بالزبط يعني فعلا انه بسيت على الساعة من تحت وانت لابسها هتلاقي ان فيه ضوء اخضر شغال باستمرار هو ده الهارت ريت سنسور ومش بيبطل ابدا زي ما تقول لكم طبعا دي حاجة ممكن تكون مفيدة جدا للناس اللي بتلعب رياضة والناس اللي بتجري وكده انا عنافسي في الساعات اللي جربتها بلكده كان هارت ريت سنسور بيشتغل لما انت تكون عايز تشوف نبضات القلب وقتها لكن ده هنا شغال زي ما تقول لكم على طول من الحاجات المفيدة كمان في موضوع الرياضة والجري ان الواوي ووتش جي تي فيها جي بي اس تتابع بالضبط مصارك وانت بتجري او تعرف انت مشيت بالضبط على الخليطة شوف كمان مسافات اللي قطعتها وتنظم مساراتك بعد كده وما الى ذلك وهي حاجة طبعا كويسة سننسمو تلكوش على اهم واقوى ميزة في الواوي ووتش جي تي وهي البطارية واوي بتقول ان الساعة تقدر تقعد مع الاستخدام العادي 14 يوم وسبوعين كاملين من غير ما تتشحن في تجربة الفترة اللي فاتت هي فعلا قريبة جدا من كده في النقطة هذه الواوي ووتش جي تي فعلا احسن من يمكن اي سمارت ووتش تانية موجودة في سوق كل سمارت ووتش تضيك مثلا يوم كامل يومين 3 بالكتير جدا ولازم تشحن بطارية هنا اسبوعين كاملين مثلا 13 يوم 12 يوم يعني مثلا او انت مسافر مش محتاج حتى تاخد الشاحن معك ممكن تسافر السفرية سريعة وترجع تاني مش هتفكر هنا في البطارية دي مش مشكلة ابدا مع الساعة دي فعلا فدي فعلا ميزة رهيبة في الساعة دي وبالذات لا تسمعيش مثلا غير مع الفيتنس تریکرز اللي بيجوا مع شاشة صغيرة جدا كلها عبارة عن ساطر واحد كلام ده زي ما قلنا مع الاستخدام الطبيعي لكن لو انت مشغل جي بي اس 24 ساعة اكيد ده هيأثر على البطارية وهو كمان بتقول انت تقدر تاخد 30 يوم يعني شهر كامل بطارية لو فصلت الهارد ريت سنسور لكن يعني مظنش ان اي حد ممكن يكون محتاجة اكتر من اسبوعين على شحنة واحدة ولما تحتاج تشحن الساعة بتشحنها بسهولة وبسرعة نسبية عن طريق شاحن ماجنيتك صغير بيجي مع الساعة والفكرة معي يو اس بي سي وتقدر كمان تشحن الساعة عن طريق اي باور بانك وهي طبعا ميزة لطيفة جدا ولكن برضو فيه حاجات موجودة حالين في معظم السمارت ووتش مش موجودة في الواي ووتش جي تي مثلا ما فيهاش واي فاي ما فيهاش انف سي ما فيهاش مايكروفون ده معانا انت مش هنفع تستخدم الووتش جي تي عشان تعمل مثلا بايمنت او تعمل دفعة مثلا في الابل ووتش او غيرها مش هنفع تعمل اي مكالمات مش هنفع تستخدم حتى الاسيستنت انها مفيش هنا اسيستنت اساسا وهذا ما يوجهنا ان احنا لازم نتكلم بالوقتي عن الابراتينج سيستم او السوفتوير بتاع الساعة دي وهو ده الفرق الجوهري اللي حكيت لكم عليه في الاول بينها وبين ساعات واوي الى قبل كده واوي ووتش جي تي بعكس الساعات من واوي مش بتستخدم واير او اس من جوجل استخدم اوبراتينج سيستم خاص بها اسمه لايت او اس لايت او اس يعتبر فعلا لايت او خفيف جدا من ناحية الابتشنز والامكانيات اللي بديها لك كسمارت ووتش خلينا نشرح لكم الموضوع في الجولة السريع مع نظام التشغيل اول حاجة طبعا ستشوفها قدامك الووتش فيس او شكل الساعة لما بتزهق من الووتش فيس او حاب تغيره بتضط على الشاشة سانيتين تقريبا ويظهر قدامك بقية الووتش فيس الووتش فيس متنوعة بين الديجيتال او الارقام وبين الانالوج او العقارب التقليدية مواصم الووتش فيس ستجد فيها معلومات اضافية مثل الخطوات ودرجة الحرارة نبض القلب وما الى ذلك تشكيلة الموجودة هنا من الووتش فيس في منها حاجات تعتبر لطيفة في منها حاجات بصراحة المشكلة اللي لديك هنا ان انت محكوم بس بالاووتش فيس ما ينفعش تزود عليهم تاني مش مثل اي سمارت ووتش تانية تستطيع اندرويد وير تستطيع الوينلود الاف الووتش فيس هنا مفيش هنا تستنى ابدات يأتي لك من واوي عشان تنزل لك والسبب على ما اعتقد ان نظام التشغيل مش مفتوح اساسا للمطورين يعني هنا ما عندك اب ستور مفيش مجال نتنزل أبليكيشن على الساعة او ووتش فيس زي ما قلنا الحاجات الموجودة عليها هي الموجودة هل واوي هتفتح الموضوع ده في المستقبل بصلاحة ما عنديش اي فكرة على الناس الشخصية مش فارق معي اوي موضوع الابليكيشن على الساعة لكن اللي محبطني شوية ان كان من الفان جدا ان انا نزل ووتش فيس جديدة ووتش فيس متغيرة كل يوم لكن هنا انت محكوم بس بال14 الواحد الموجودين لحد ما هو بيضيف لك جديد طيب خلينا نكمل الجولة في السوفتوير التحرك في السوفتوير هنا بيعتمد على سوايب يمين شمال وفوق وتحت لما بتعمل السوايب من فوق هيظر قدامك شوية اختصارات مفيدة مثل فايد ماي فون اللي خلي موبايلك يريني مباشرة للناس اللي بتنسى موبايلكها في اماكن غريبة هتلاقي كمان دونات ديستيرب اللي هيمنع اي نوتفيكيشن انها تجيلك عندك كمان اللوك عشان يمنع اي تاتش في الشاشة بالغلط مثلا في السوفتوير هتجر تشوف نسبة البطارية والتاريخ واليوم طيب لعمل السوايب من اليمين للشمال اول حاجة تظهر قدامك هي نبضات القلب في الشاشة دي هتشوف نبضات القلب دلوقتي وهتشوف كمان جراف او رسمة كده بسيط عشان توريك نبضات القلب على مدار الوقت سوايب كمان ناحية الشمال هيظهر قدامك حالة الجو درجة الحرارة دلوقتي ودرجة الحرارة العظمى والصغرى سوايب كمان ناحية الشمال هيظهر هنا صفحة الخطوات في الصفحة دي هتلاقي الرينجز او الحلقات بتاعت النشاط اليومي يعني مشيت كم خطوة كنت اكتف في اخر نصف ساعة وحاجات زي كده سوايب كمان ناحية الشمال هترجع تاني للبوتش فيس الاساسي اللي عندك ولو عملت سوايب ناحية الليمين من الصفحة دي هترجع تاني تشوف نفس الحاجات ولكن بالعكس اعمل السوايب من تحت الفوق فدي محجوزة للنوتفيكيشنز النوتفيكيشنز هنا ابسط ما يمكن يعني هيظهر عندك الايكون بتاع الابليكيشن اللي جاي منها نوتفيكيشن هيظهر عندك كمان مين اللي بعتها لك بالزبط ويظهر لك مثلا سطر او سطرين من اول الكلام او تمزح اي نوتفيكيشن لوحدها لازم تعمل كلير لكل نوتفيكيشنز عن طريق انك تنزل تحت خالص في الشاشة الواتش جي دي كمان مش بيديك الابشن انك ترد على اي نوتفيكيشن او تستجيب معها باي شكل من الاشكال كل ما بيحصل انت بتشوف نوتفيكيشن جات مرين بالزبط ومختصر جدا نوتفيكيشن عبارة عن ايه ده طبعا فرق قوي بين الواتش جي تي وبين اي سمارت ووتش تانية موجودة في سوق اللي في معظمهم تقدر ترد على نوتفيكيشنز عن طريق انك تبعت ميسج حالته بالكيبورد او تعمل حاجة بالفويس او تعمل دي سميس لأي نوتفيكيشن لوحدها هنا مفيش الكلام ده والتفاكر كمان الساعة بتقراش حروف عربي فلو جايلك اي رسالة فيه حروف عربي مش بتظهر على الشاشة وفي حالة المكالمات بيظهر لك علامة انك تقفل السكة لكن مفيش اوبشن انك تفتح الخط من الساعة كما ترون الجانب اللي سمارت في الساعة دي ما يعتبرش مميز اوي لكن مميز هنا هو الفيتنس تراكينج الوتش جي تي بتقدر تعمل تتبع بشكل ممتاز لأي نوع من انواع الرياضة التي تفكر فيها طبعا اول حاجة الجري سواء بتجري في الشارع او في التراك او بتجري مثلا جوه الجيم على التريد ميل المشي نفس الكلام عندك كمان التسلق الساعة فيها ألتميتر عشان تقدر تحدد ارتفاعك من على سطح البحر وتقولك تتسلقت قد ايه وهكذا ركوب العجل او الدراجات سواء دراجات حقيقية او دراجات في الجيم طبع عشان الساعة مقاومة للمياه 50 متر فتقدر تعمل كمان تتبع للسباحة سواء في البول او حمام السباحة او كمان في البحر كل هذه بتتساجل فريكورتز واسجلات واضحة جدا بتوريك بالزبط مشيت كم خطوة جريت كم متر حرقتي كم كالوري كل التفاصيلات ستجدها موجودة ميزة كمان عجباني في الواوي بوت جي تي انها تقدر تتتبع النوم بالفضل ان الساعة طبعا بطارياتها طويلة جدا مش محتاجة انك تقلها عشان تشحنها كل ليلة وبالتالي ممكن ان ترام وانت لابسها وستحسب لك بالضبط بالدقيقة انت نمتق دايه بالضبط ومن جول الابليكيشن طبعا هتنزلها على موبايلك عشان تربط الساعة هتشوف كل التفاصيل عن مراحل ينوم عندك على مدار الشهر تجد تفاصيل على متوسطات نومك خلال الشهر مثلا النوم العميق قد ايه النوم الخفيف قد ايه المفروض تنام ازاي المفروض تكون بتنام اقل من كده ولا اكتر من كده حتى القيلولة بتحسبها لك هناك تفاصيل كتير جدا هنا عن موضوع النوم كما ترى كل شيء محتاجها من ناحية تتبع الرياضة ستجدها موجودة في الساعة دي نفس الموجودة في اي فتنس باند او حاجات تانية تكون مخصوصها معادة حاجة واحدة انا مش فهم هي ازاي مش موجودة في الساعة دي وهي انت تبع لا ينفعش تتحكم في اي ميوزيك انت مشغلها على الموبايل الاوبشن تبع على كل سمارت ووتش الموجودة في السوق تعمل بلاي وباوز او تعلي صوت وتواطيب من الساعة لكن تبعش موجودة هنا اتمنى جدا ان واوي تضيفها في المستقبل عن طريق افديتس للسوفتوير فمن كل الكلام اللي قلناها واوي ووتش جي تي تعتبر في النص ما بين انها سمارت ووتش وبين انها فتنس باند نقدر ان الهارد وير يعتبر بتاع سمارت ووتش والسوفتوير بتاع فتنس باند نفس الكلام برضو يعتبر على السعر واوي ووتش جي تي سعرها في حدود 200 دولار يعتبر ارخص من معظم السمارت ووتش الموجودة في السوق لكن اغلى شوية من معظم الفتنس باند فالخلاصة اذا انت عايز سمارت ووتش فيها كل الابشنز فيها كل الحاجات جديدة الحاجات دي مش هتلاقيها مع واوي ووتش جي تي لكن لو انت عايز سمارت ووتش يكون شكلها شيك وشاشتها كويسة جدا لا تحتاج تشحنها كل يوم ولكن لا تكون سمارت على الخفيف ستكون مناسبة جدا ونفس الكلام برضو انت عايز مميزات الفتنس تراكينج لكن مش عجباك اشكال الفتنس باند الموجودين في السوق وشكلهم مش ساعة وعايز حاجة تشكلها ساعة اكتر هذه مردومة كنت تعجبها جدا ولكن هذه كانت كل حاجة محتاجة تعرفها عن واوي ووتش جي تي اذا او اجابكم الفيديو لا تنسوا التعاكل عنيف تشاركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام